مع أمير أورن الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي سيد أمير أهلا بك رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أن رؤية هذا المشروع تعيد تشكيل ملامح منطقة الشرق الأوسط كيف؟ قبل سياغة الشرق الأوسط هذا يعكس الواقع الجديد حيث المملكة العربية السعودية يمكن أن تشارك في الإعلان الخاص بالمشروع ولم يحدث أي شيء لم يكن هناك صدمة السعوديون والإسرائيليون لديهم نفس الرؤية طبعا هي رؤية وليست مشروع كامل بمهل واضحة ولكن بالطبع هناك أمل كبير لأنه نقاط الاختناق في الشرق الأوسط وفي الاقتصاد العالمي كثيرة في البحار وإذا قمنا بتفادي مضيق هرموز مثلا وباب المندب وأن تمر السفن التي تحمل الطاقة هذا أمر جيد وإذا كان شرق المتوسط الذي يتكون من الساحل الإسرائيلي فقط لأن الساحل اللبناني والسوري لا يعملان بسبب ما هو موجود هناك هذا معناه أن الأردن سيكون له فائدة اقتصادية والدولة الفلسطينية الآن هي السلطة الفلسطينية ولكن المستقبل الدولة الفلسطينية أيضا ستكون ذات قابلية اقتصادية وكل الدول سيكون لها مصلحة في الاستقرار وليس الذهاب إلى الحرب طيب سيد أمير إلى أي مدى يسرع هذا المشروع عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية وهذا ما طرحناه أيضا على الضيف من السعودية قبل قليل لن يسرع المشروع العلاقة بين البلدين لأنك كما ذكرت هناك عقبات خاصة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني والنووي الحكومة الإسرائيلية في شكلها الحالي لا نرى أنها ستفعل ما عليها أن تفعله من ناحية التنازلات لعالى تفعيل عملية السلام ولكن نأمل في أعقاب الانتخابات في إسرائيل في العامين القادمين أو انهيار ربما حكومة نتنياهو وظهور حكومة أكثر اعتدالا هذه الرؤية قد تتحقق طيب هناك انتقادات في بيروت كون إسرائيل أخذت مكان لبنان في هذا المشروع الذي بقي خارجه بعد تدمير المرفأ وتدمير الاقتصاد والنظام المالي اللبناني برمته كيف تنظرون إلى دور لبنان وسوريا في المستقبل في هذا المشروع للبنانيين أن يشتكوا من هذا الأمر هم طبعا مسؤولون عن الحالة المدرية التي بها الاقتصاد اللبناني والدولة ككل لأنهم بسبب حزب الله وإيران والفساد وسوء الإدارة في الاقتصاد هناك طبعا لو بيروت عادت لتكون سويسرا الشرق أو الشرق الأوسط كما كانت في السبعينات قبل الحرب الأهلية هذا سيكون أفضل إسرائيل تريد رفاهية لبنان لهذا السبب اتفاق الطاقة في شرق المتوسط قبل بإيجابية في إسرائيل لأن إسرائيل تريد من كل جيرانها أن يكون لديها مصلحة وأن تخشى من تجدد الحرب لأنها سيتفقد هذه الأصول في حالة اندلاع حرب إذا عادت لبنان وسوريا لتكون دولتان فاعلتان إسرائيل ستكون تحبذ هذه التطورات بالتأكيد أمير أورن الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي من تل أبيب شكرا